السلام عليكم إن شاء الله نبدأ في سورة الفيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل صورة الفيل نزلت لما أتى أبرها من الحبشة عايز يهد الكعبة جاي إلى مكة علشان يهدم الكعب والفيل والصورة الفيل وأصحاب الفيل نسوبوا إلى الفيل علشان هم كانوا جايين بفيلة في مقدمة الجيش بتاعهم كان معهم الفيلة فالله تبارك وتعالى يقول ألم ترى ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أي كيف عذب الله أبرها صاحب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل تدبرهم كيدهم والتدبير بتاعهم والسعي بتاعهم والحشد بتاعهم في تضليل يعني في ضياع وفي هلاك وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيرا الطير جند من جنود الله تبارك وتعالى وده دليل على إنهم ليس لهم قيمة كبيرة علشان يبعث عليهم جنود اللهم الملائكة لا ربنا تبارك وتعالى بعث لهم طير أرسل عليهم طيرا أبابيل من السماء طيرا أبابيل يعني فرق فرق متتابعة وجماعات متلاحقة تخرج عليهم أسراب كل طير من الطير ده كان معا حجارة ترميهم بحجارة من سجيل الطير تقذفهم من السماء بحجارة من سجيل يعني ممطين متحجر وده كان من النار فلما كان الحجر يلقى على الرجل فيهم كان بيدوبه ترميهم بحجارة من سجيل الحجر ده صغير في قدم الاططير يأتي على الرجل فيدوب الإنسان ده ولذلك الله تعالى شوف في الآية الأخيرة فيقول فجعلهم كعصف مأكول يعني صاروق أوراك الزرع اليابسة المحطمة المهشمة إن شاء الله ننتقل أخير في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته